السلام عليكم عاملين ايه هنعمل مع بعض بسكوت الشاي الجميل اللي انتو شايفينه ده بسكوت طحفة جدا وكمان اقتصادي جدا جدا مقديره كلها موجودة في البيت يعني مش هنكلف نفسنا كتير علشان نعمل بسكوت للشاي كل مقديره موجودة ان شاء الله في البيت وكمان من 3 كبقات ونص دقيق بس هنعمل كل الكمية انتو شايفينها دي كمية معقولة جدا جدا اما بالنسبة لشكل البسكوت انا عاملها بالمكبس اللي هو بتاع البسكوت والكحكي المنتشر جدا على على الفيسبوك ده اللي هو في منه مربع ومدور حورهولك دلوقتي في الفيديو كل اللي يشوف البسكوت بالاشكال دي كان بيحسبوا ان هو معمول كنت بقول لهم لا ده بسكوت شاي كان بيقولي شبه المعمول جدا كل ده علشان انا عاملها بالمكبس ان انا حورهولكو احنا شغالين في الفيديو هو حل جدا ومناسب قوي للبسكوتات وكمان ممكن ينفع لكحكي العيد زي ما انتو شايفين الاشكال بتاعته جميلة جدا بصوا البسكوت عايز اواركو واحدة من جوه بصوا عامل ازاي هو جميل جدا وهش وطعمه وتحفة ان شاء الله تجربوه ويعجبكو وكمية ما شاء الله زي ما انتو شايفين كده يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي بقى نشوف مقادير البسكوت معنا ايه هي المقادير معي تلاتة تلات كبات ونص من الدقيق وكمان معي تلات بيضات وتلتين كبات سكر تلتين كبات زيت ومعي كمان الفانيليا ورشة ملح وبيكنج بودر ومعي بشر برطقان وكمان معنا كمان تاني جوز هند وحقول لكم عن المقادير بالزبط في صندوق الوصف تمام حكتبها لكم في صندوق الوصف بالتفصيل اول حاجة حطيت البيض والبيض لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة اي حلويات بتعمليها لازم يكون البيض بتاعك بدرجة حرارة الغرفة حنضربه من مضرب كويس جدا وممكن هنا من يستخدمش المضرب الكهربائي خالص ممكن نستخدم المضرب بالسلك او كمان الخلاط حطيت البيض ضربته كويس مع السكر والزيت وطبعا الفانيليا وبعد كده خلاص شلت بقى المضرب على جنب حطيت البشر البرطقان وكمان جوز الهند وحقلبهم بقى بالمعلقة كويس جدا عشان ادخلهم كلهم في بعد تمام بشر البرطقان بيدي البسكوت طعم طحفة وكمان معي الجوز الهند لو مش متوفر جوز الهند خلاص ما تحطهوش تمام ادي اهو حطيت عليه البيكنج بودر وعشة الملح وحقلبهم كويس جدا جدا علشان كمان البيكنج بودر يتوزع كويس على الدي مايبقاش فيه شوية فيهم بيكنج بودر وشوية مافهمش نوزعه كويس جدا ونقلبه طبعا الدقيق بيتنخل ممكن تنخليه مرة اتنين تلاتة كل ما تنخليه اكتر كل ما حيديك النتيجة اه احسن خلاص هبتدي بقى ان انا اقلب زي ما قلتلكم هستغنى عن المضرب خالص ملهوش اي لازمة دلوقتي معي هبتدي ان انا اشتغل بايدي اه الدقيق ياريت نحطوه شوية بشوية ما نحطوش كله على بعضه لان حسب نوعية الدقيق ممكن ياخد معاك اقل من ثلاث كوبات ونص على الثلاث بدوات والزيت والسوائل اللي احنا حطنها دي ممكن ثلاث كوبات ونص يطلعوا كتير فالعجينة طلع نشفة معاك احنا عايزين عجينة ملمومة وكويسة ويعني اه متماسكة لحد المية خلاص طب لو حطنا الثلاث كوبات ونص دقيق ولان العجينة لسه طرية جدا معنا زودي معلقة بمعلقة ده بيبقى على حسب نوع الدقيق اللي انت بتستخدمي خلاص كمان اعايز اقول لكم البسكوت ما بيتعجنش كتير البسكوت بيتلم بس عشان لما بيتعجن كتير العجين او الدقيق بيعمل عرق والبسكوت بيتلم معاك نشف وطعمه مش حلو فحنلم بس العجينة بيدينا لحد ما تتلم خالص والدقيق يختفي وكله يبقى تمام خلاص نوقف عجني فيها شايفين ده قوام العجينة بصو عاملة ازاي متماسكة جدا معايا لا هي جمدة محجرة ولا هي سيلة بصو ده قوام العجينة هنشتغل فيها على طول مش هنرياحها خالص هنشتغل فيها على طول ولا هنحطها في تلاجة ولا هنغطيها ونسبها لا هنشتغل فيها على طول هنبتدي بقى ان احنا نشكلها كده كور كورة بتبقى حوالي 20 جرام العشرين جرام ده كده هي كده مزبوطة جدا اه انا جبت الميزان كمان ووزنتها حابين تعملوا كده تمام مش حابين انت تعرفي تزبوطي ايديكي عمليها كورة متوسطة خلاص مفيش مشاكل انا كان عندي وقت وقفت ووزنتها كلها علشان انا عايز اهم كلهم يستويوا في نفس الوقت وكمان يبقوا نفس الحجم تبقاش واحدة كبيرة واحدة صغيرة لان زي ما قلت لكم انا هعملها بالمجبس بتاع البسكوت خلاص انا خلصت كل الكمية اهي وزي ما انتو شايفين كده ما شاء الله عملالي كمية حلوة جدا برضو هشتغل فيه على طول هجيب الصينية ولازم ان ندهن الصينية زيت كويس جدا جدا اه في بسكوت العشر دقيق ناس كتيرة بعتولي قالولي احنا عملنا جربوا يعني البسكوت بس البسكوت فرش والبسكوت لزق في الصينية ومش عارف ايه كلام من ده اه بس اه اي بسكوت في بيكنج بودر لازم اه نصغره ما نخلهوش قطع كبيرة لانه اي بسكوت في بيكنج بودر لما بيخش الفرن بيكبر طبعا التاني حاجة لازم يكون فيه مسافة ما بين كل بسكوتة وبسكوتة علشان ما يفرش اه 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 ويلزق في بعض وكمان الصينية لازم تكون مدهونة زيت خلاص دي اه اه اساسيات في اي بسكوت انت بتعملين تمام زي ما انتوا شايفين انا حطة هو كل واحدة ما بين كل واحدة والتانية في مسافة وكمان زي ما قلتلكو انا وزنة اه اه او عملاق قطع صغيرة تمام ده بقى المكبس ان انا قلتلكو عليه حشتغل بي دلوقتي انا جايب نوع مربع وجايب نوع اللي هو المدهونة الواحد فيه اربع اشكال وفي منه ستة وفي منه تمانية بس انا حبيت ان انا اجيب يعني اللي هو الاربع ده قلت كفاية زي ما انتوا شايفين هو فيه اربع فتحات اه من تحت هنحط الشكل كده وحنقفله من فوق خلاص هنقفله من العمود اللي فوق ده زي ما انتوا شايفين كده اهو انا قفلته خلاص الشكل اتركب تقدر يبقى ان انت تحركيه عادي جدا الشكل ولا بينزل ولا اي حاجة سهل جدا جدا وبسيط يعني نفوش اي تعائدات وعلى فكرة حلو جدا انا كنت جايبه باربعين جيني بس هو بيتباع بخمسة وثلاثين يعني سعره معقول بالنسبة ان هو سهل قوي وممكن تعملي به كحك العيد خلاص رمضان قرب كل سنة والطيبين وحنعمل بقى كحك العيد وكده فاللي هو الشكل المدور ده ينفع جدا جدا للكحك وكمان المعمول هيتلع بشكل المعمول بالضبط انا جربت كل الاشكال وكل الاشكال طلعت جميلة جدا مفيش شكل طلع يعني مش حلو كلهم حلوين بس عايز اقولك على حاجة وانت بتشتغلي به ابقي اضغطي كويس جدا على العينة لان انا كنت وانا بعمله كنت خايفة شوية وكنت اول مرة بقى اجربه وكده مش عارفة هيعمل ايه معيه فكت بضغط يعني ايه ضغطة كده زي ما انتوا شايفين مضغطتش قوي الشكل مع التسوية الشكل بيروح شوية فانت يضغطي على العجينة علشان الشكل معيك يثبت تمام ده الشكل المربع انا جربت كل الاشكال زي ما قلتلكو بصوا انا جربت واحدة كده قلت ادخل واحدة كده واجربها مضغطش عليها لقيت ان يعني كده مش حلو معجبتنيش لما عملت كده هي احسن حاجة ان انت تحطي العجينة في في الصينية وتضغطي عليها وهي في الصينية كمان اسرع اسرع بكتير يعني شوف حلو جدا المكبس ده يعني لو ينفع ان انتو تجبوه هتو اشكال كتير بقى وهيوفر عليك وقت ان انت تعود يتشكلي بايدك والكلام ده هو الصراحة عجبني جدا بصوا شايفين الاشكال حلوة ازاي بقول لكم الاشكال كلها بتاعته آآ جميلة نفوش شكل مش حلو وفي كمان اللي هو زي ما قلتلكم اللي هو الستة اشكال والتمن اشكال حتلاقوا بقى فيها اشكال اكتر من كده ده انتو لو حابين يعني اشكال اكتر بس انا استكفيت بالاربع اشكال فقط وقلت اجيب بدل ما اجيب بواحد بس آآ مربع تمن اشكال او ستة اشكال لقلت اجيب اتنين واحد مربع واحد مدور يبقى انا كده اجيبت نوعين وبرده بقى عندي تمن اشكال البسكوت ده بقى بعد ما هخلص خالص التشكيل بتاعه انا مولى على الفرن طبعا هدخله على درجة حرارة مية وتمانين درجة على الرف الوسطاني في الفرن لحد ما ياخد لون من تحت لو اخد لون من تحت وما اخدش لون معاك من فوق هتولعي الشواية عليه ويريد تفتحي الفرن وانت واقفة جنب الشواية عشان ما يتلسعش منك عشان يديك اللون الدهب الحلو اللي انتو شفتوه ده اه وبعد كده تطلعي خلاص لو اتحمر معاك عادي جدا خلاص مش لازم بقى الشواية هو اتحمر معايا من تحت واخد لون معايا من تحت بس من فوق لا اروح تمولها عليه شواية زي ما قلتلكو لحد ما اخد معايا اللون الدهبي اللي انتو شايفينه ده اهو وعلى فكرة مش بياخد وقت خالص في الفرن بصوا الاشكال كلها حلوة ازاي بصوا بجد جميلة جدا المجبس ده والبسكوت مقرمش وجميل وطري من جوه تحفة جدا جربوه هيعجبكم ان شاء الله بصوا عامل ازاي من جوه فاتح من جوه وهش ومنبرم ارمش جدا وحلو قوي بعد بقى ما بتخلصوا البسكوت ويبرد خالص حطوه بقى فعيل بمحكمة وقفلوا عليه علشان ما يخشوا لهوش هوا ويبرد منكم وي ويترى منكم تمام شوفكم بقى في فيديو التاني ان شاء الله على خير استوضعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة شكرا